البلد يرجع كافة هذه المشاكل الطائفية قال لا نحجع الله كافة هذه المشاكل القومية هي موجود شعار طوي وشي كافة هذه التهم التي تلقى جزافا على السياسيين وأقصد بالسياسيين سياسيين مقصودين تلقى عليهم جزاف جنابكم اعلامين وتعوروا أنا خلال السنتين الأخيرة أدفع ضريبة بهجوم اعلامي غير غير طبيعي غير طبيعي بكل المقاييس طبيعي العملية السياسية وأبقى بالعملية السياسية وأقررت أن أغادر العملية السياسية وأنا على قولت المثل رقبت يطفع من بشارات إذا أنا خالف القانون أو أنا متعدة على المال العام أو أنا ما أخذ حق أحد بالعكس إحنا حفظنا دم إحنا حفظنا بلد إحنا نريد الناس تروحوا تيجي ما حد يسألوا وين رايحوا أين جاي نريد الناس المظلومة تنصف نريد الشعب المقرود أحد يعينه بخدمته برزقه بعمله رب العالمين اللي خلقنا جميعنا أقرن عبادته بأمرين اللي هو ما يحتاج أنه أحد يؤمر فيطاع رب العالمين يؤمر فيطاع قال وعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف أقرن عبادة الخالق أقرن عبادة نرخ رب العالمين من خلال عنصرين أساسية أمن الناس وأرزاقه أفضل مسار اللي رسمنا يا رب العالمين أنه نمشي على هذا المنهج أنه نحفظ أمن الناس ونسعى لرزقه غير ذنية تفاصيل شيء يريد المواطنة يريد آمن ببلده حقوقه مصانع وعيش تماشي يدخلون في مشاكل بين الحين والآخر الهدف منها الهدف منها خلق أزمة بين نسيج مجتمعي كامل إيهام الناس إدخالهم في متاهات كل واحد من عندنا يحترم صلاحياته وكل واحد من عندنا يحترم مسؤولياته وكل واحد من عندنا يحفظ أمانته ويتصوب المسار على الجميع أن يعود إلى الانتزام بالقانون والانتزام بالدستور وأن يفهم كل شركان السياسيين أن المخالفات الدستورية تضرب النظام والضرب البلد بشكل عام لا تضرب فقط الأفراد لأن لن يبقى أمر حاكم